اشتركوا في القناة وكان المياه الجوفية هي قلال في صفة كبيرة ولكن المشكلة التي لدينا هو في سياسة التي تتعامل معنا به المصائح الخارجية التي لدينا معهم علاقة على سبيل المثال حوض أمه الرابع نحن في شهر 11 وباقي ما انطلق الموسم دينا علاش ما عدناش برنامج ما عارفين هوالو احنا دبا بحيرا بالأمر دينا واشن كانت ممكن تتشوفوا هاد الأرض هي كانت فارينة ومال المفروض باش تكون دبا يعني بطراف شمندر ورافات الاجل واحد شهر ونصف يعني بقى واحد عشرين يوم الاقصى أبعد تقدير باش باش الموسم ديال بداية الزرع ديال شمندر السكري غاي سالي وحنا هنا بقين دبا يعني إلا ما كانش واحد السرعة افتخذ القرار غايكون بداية ديال موسم في لحيم شات وهذا بالطب غاي أطر على المردودية الداخل ديال الفلاح ولا السياسة ديال 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 اقتصادية ديال الجيهة الآن تنتوجدوا بجانب هذا الكانال دي اللي كتشوفوا اللي هي كتتتوزع مع المناطق ديال بنيموصل الشرقية واللي كتشدع نفس الباني تشوفها خاوية سبق لي يا انني قدمت نداء لسيد موديل وكالد حوض من ربيع البشي انقذ هذا الموسم هذا اللي احنا الان راح نفوهش تقريبا لوسط ديال الموسم وما كانش استيجابة شي طلقت علماء الفلاحة حارتين الفلاحة موجدين والسيد الموديل باقي تردد باباش يطلق الموسم فأسبق لي يا انني قلت بأن سنة الفين وسبعتاش كانت البراج اقل من هاد الوضعية اللي في الان وكان سيد الموديل السابق كان كانت عدوش ذرأة وخاد قرار في المستوى وطلق الماء وسقيت الناس منظر وسقين الحبوب ديالنا وسقين الفصا وسقين الدرا ومن بعض ربيع الموسم دياله لهذا انتن وجه نداء السيد الموديل وكالة باش يشوفوا في الفلاحة ويخدو بعلا الاعتبار ان الموسم اللي فات كان دول المستوى دياله في الحبوب راكن نشوفو كان سنة كان جفاف كان السوق ما كينوالو كان مرضودية ضعيفة الى زدنا هاد الموسم هاد معناها رغاية كل كارثة تكون استكتال قلبية عند الفلاح لهذا ارجو ارجو من السادة المسؤولين على هاد القطاع الفلاحي بالمنطقة ديالبني من الخنفرة باش ياخدو بعلا الاعتبار واعطيونا واحد جو السقيات ولا ثلاثة لانخاذ هاد الموسم قبل ان يسيل السيلو الزوبة هاد مكناة الفلاحية يعني تخلقات الفين وثمانية الناس يعني هاد البريستاتار ما ديالهم هو البريستاتار مع الفلاح قاعد يطرفوا ديالفلاح كيديروها هاد المقاولات الفلاحية راه تقريبا يعني مخدمين واحد تلتمائة عامل يعني تلتمائة عائلة كلهم يعني والوراق ديالهم بلاسينيستيس ديالهم وكلشي هاد المشكل ديال ما يعني وقف الشركات اللي انا الان مخدامين باكسي يعني قليل ماشي بزاف دونك هاد هاد العائلات راكوشي مهدد وعدنا كريديات وهاد القطاع مهدد لانه قطاع استراتيزي في المغرب في اقليم في الجهة لان المعمل الوحيد اللي بقي عدنا دونك حينما خاصة نفرطه فيه لانه هاد المعمل توسوح مهدد وهاد المقاولات الفلاحية مهددة هي كذلك لانه 300 عائلة كلها غد يتمسي غد يتوقف لا ابني موسى ولا ابني عمير كلهم اليوم راه لما ما عندهم لانه اللي مليا غا يكون في الماء اللوزين غا يمسي في حاله هاد العائلات غا تمسي في حالها دونك احنا مهددين حتى بالبانكات وهذا المسائل هذا مشكل كبير اللي كين نطلب من زميع المسؤولين المسؤولين ديالزها والحوض المائي خاصه يبرمز دائماً الماء لهاد القطاع الفلاح قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة ثمانيا مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة